حسب الطلب اقلبها وتوكل مقلوب الدجاج بالبذنجان والبطاطا في المخ والله يا ريحتها تجيبك على وجهك وطعمها لا يمكن تذوقها بمطاعم بره هذا شغل ستات بيوت وطباخ بذمة وبنفس الدجاج لذيذ وذائب ومبهر ببهار خاص وحتى البطاطا مبهر والبذنجان لذيذ والرز نوعية ممتازة ويجي مع الطبق دقوس أو صلطة حمره ونسيتها أصلاً ما تحتاج تضيف أي شيء على هالطبق اللي مو بس ما ينقصه شيء هذا ولا غلطة وعندهم مقلوبة لحم بعد وهذه مقلوبة الربيان والله ياهي لذيذ طعم فاخر من الآخر تستمتع وانت تاكل ما شاء الله تبارك الله على هالطباخ المميز الله لا يضرهم كل المكونات من بصل ورق غار وفجرومي وطماط وبطاط تحس بها وانت تاكل ولا يخليك توقف وأنا بديت بشربة العدس وكانت عادية وحسيت المرقتها بطعم اللحم والربيان المقلي مع البطاطس كان عادي وحتى التبولة مذاك الزود أما صلطة الجرجير بالرمان فهي جدا لذيذة مع دبس الرمان اللي يجي معها لا ويسوون أكلات هندية وهذا تشكينتي كما سارلان دي جاج بعظهم خذوا فره بحسابهم انستجرام وخذوا فكرة عن طباخهم أو انبغيتوا تطلبونها ديلفري وعليكم بلف عافية